اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما وصلت اليه قوة دفاع البحرين من مستويات متقدمة وجاهزية عالية مكنتها من مواصلة اداء دورها الوطني في المحافظة على سيادة ومنجزات ونهضة وطننا الغالي ونوه سموه بالدور الحيوي لقوة دفاع البحرين في دعم مسارات التنمية واسهامها الفاعل الى جانب قوات الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة الذي يعكس ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه جاء ذلك خلال مأدبة الافطار التي اقامها سموه لعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بحضور سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي فلدى وصول سموه حفظه الله يرافقه سمو الرائد بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وسمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين كما كان في الاستقبال الفريق الركن عبدالله بن حسن نعيمي وزير شؤون الدفاع والفريق الركن ضياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وقد تبادل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مع القائد العام لقوة دفاع البحرين وكبار الضباط التهانية والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والتطور والنماء هذا وقد حضر المأدب عدد من أصحاب المعالي من كبار المسؤولين اشتركوا في القناة